اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم إننا بحاجة إلى تعميق الإيمان بالآخرة بهذه الطريقة سئت أم أبيت ستموت وكرب بيد سواك لا تدري متى يرساك قد تموت الآن أو بعد ساعة ولكن أهل الغفلة لا يدرون الغفلة أهل الغفلة رجل الغفلة قلب رجل الغفلة لا يدري تجد الأخ عنده مثلا عشرين تلاتين سنة يقول يعني أدامي على الأقل كمان عشرين تلاتين سنة اللي عنده خمسين سنة يقول يعني أدامي عشر خمستاشر سنة اللي عنده ستين سنة يقول يعني لسه يدامي سبعة تمنع عشر سنين كمان هكذا يحسبونها عمر شيخ فغر قوما ونسوا من يموت من الشباب الشباب يموتون وأنت لا تدري الموت يأتي بغتة ولذلك إخوتي يقول علماؤنا أن أركان الإيمان بالآخرة أولا أن تعلم أنه لا يعلم موعد قيام الساعة إلا الله ثانيا أنها قريب ثالثا لا تأتي إلا بغتة واقع حاصر لو مردت عليكم شخصا شخصا أخا أخا فردا فردا تحب وأنت موت الآن قل ما أجد من يجيبه بنعم حب الموت أن تكون مستعدا وجاهزا وأجيبك عن سؤال يدور في خلدك طب وإنت يا شيخ إنت تحب الموت ولا أنا أحب الموت اللهم استرنا ولا توضحنا يا حياء قيوم اللهم ارزخنا الإخلاص والصدق نحتاج إلى تدريب عملي واقعي إلى حب هذا الأمر ولن يكون ذلك إلا بالاستعداد الحقيقي له إنك حين تنزل قبرك لن تسأل ما اسمك وما بلدك وما مالك وما شهداتك وما مؤهلاتك لن تسأل عن شيء من ذلك أول سؤال من ربك كثيرون هم الذين أعجبتهم الدنيا قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها كم من مغرور بمال بسيارة بزوجة ببيت بفراش بمنصب بشهوات يتناولها ويختطف منها ذلك من صفات أهل الآخرة أنهم يعرفون قيمة الدنيا وقيمة الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع إذا أدخلت أصبعك في البحر ماذا أخذ الأصبع من البحر هذه قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء صف لما راودت امرأة أعرابيا فقال لها إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقصير النظر بالمساحة لذلك كثيرونهم الذين يبيعون الجنات قالت يا رسول الله ابني في الجنة قال إنها جنات مش جنة واحدة إنها جنات تبيع كل هذه الجنات بمرأة بمال بالنوم بمنصب بشهوة بمعصية مش عارف أنت متطمن أوي كده ليه إلي مطمنك أوي كده مطمئن للدنيا ليه والدنيا كله إلى كل محروم الإيمان بالآخرة يذيقك حلاوة الآخرة في هذه الدنيا كثيرا ما أقول لمن حرم من الأولاد اللهم ارزق كل المسلمين زرية طيبة أقول إذا مت فدخلت الجنة فهناك ستعطى ما شئت لهم فيها ما يشاءون خالدين إلى من لا يستطيع الزواج استبر وهناك فيها ما تشتهيه الأنفس ما تشتهيه هذه الشهوات التي أتعبت الناس وأظلمت بها حياة الناس وضل بها الناس نقول لأهل الشهوات استبر استبر قليلا ستموت وستدخل الجنة وهناك الشهوات مفتوحة على الآخر كل ولا تسبح وعندك من النساء والحور العين ما أكثر مما تحلم به لذلك نقول لهؤلاء المفتونين بالدنيا يزعمون أنت مفتون بباطل نفتون بصم قال سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده شمأ الزهدت قلوه الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يستبشرون إخوتي هؤلاء الذين يعيشون في الضلالات يتكلمون عن كرة القدم وأسعار اللاعبين يتكلمون عن الفنانين وعن الفنانات يتكلمون في السياسة والأحوال يتكلمون عن الفلوس والبرصات والسيارات يتكلمون يتكلمون فإذا ذكر الله وذكرهم أحد بالآخرة شمأ الزهدت أما المؤمنون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر إخوتي لعلها وقفا تبيت معها الليلة هل تؤمن بالله واليوم الآخر اشتركوا في القناة